لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إذن أنا أرى بأن زيارة الوزير الخارجي الفرنسي إلى جزائر توحي إلى الملفات عميقة أزمات إقليمية كبيرة فرنسا حتى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مقبل على انتخابات سياسية هي يحتاج إلى انتصارات خارجية من أجل أيضا إعادة الروح الشعبية إلى نفسه في فرنسا وخاصة أنه ثبت عليه وهناك تذمر شعبي من سياسته خاصة في مواجهة كورونا أيضا حاول ذلك في لبنان وقد فشل في لبنان الآن يريد أن يحقق أي إنجاز خاصة في المشهد الليبي لذلك يسارع إلى مباركة قضية الحل السياسي وليس الحل العسكري رغم أن فرنسا يوما ما هي التي قصفت ليبيا وهي التي قتلت القذافي وهي التي دعمت ناس كانوا عندهم حتى تنظيمات إرهابية مدرجة في قوائم الإرهاب في ليبيا كل ذلك فقط من أجل إسقاط ليبيا ومن أجل السيطرة على ثرواتها ليبيا بعد ذلك أيضا إنحازت إلى طرف معين على حساب طرف آخر لم تكن فرنسا حيادية أبدا والآن تتكلم عن الحياد عبر بوابة الجزائر فهيا لذلك فإن الرئيس الفرنسي يسابق الزمن من أجل تحقيق إنجاز قد يحقق له عهدة رئاسية ثانية في حكم فرنسا لذلك أنا شخصيا أرى بأن ما يحدث يعبر عن أن الجعلاقات الجزائرية الفرنسية عادت إلى ما كانت عليه في عهد بوتفريقة وأن تلك الأزمات التي عرفتها بسبب تلك المواقف التي اتخذها الجايد صالح قد رحلت ودفنت معه في القبر ولم يبقى الآن إلا على الجزائريين أن يقولوا لا أو نعم فإن قالوا نعم فإنهم سيقولون نعم لدستور باركته فرنسا وإن قالوا لا فإنهم بلا أدنى شك سيرفضون هذا الدستور فيه ألغام طبخت هنا في دوائر فرنسي هذا ما أردت أن أعلق به حول تصريحات وزير خارجية الفرنسي ومباركة فرنسا إلى التوجهات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية وكل شيء أي للرئيس تابون وأعتقد بأن هذا الأمر سيجبر الجزائريين على أن يتحمل مسؤولياتهم التاريخية في أول نوفمبر الذي أطلقت فيه بالأمس وفي ذات يوم من عام 1954 أول رصاصة للثورة ضد المحتل الفرنسي وهاهم الجزائريون يعودون هذه المرة لصناديق الاقتراع ترى ماذا سيقولون لفرنسا وماذا سيقولون لأبناء باريس الذين يريدون اجتثاث كل القيم التي تعلمناها في مدرسة ابن باريس شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله